اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنى وأديت الذي عليك من الحال وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وعطيه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيع وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي ثم قل ثلاثا إنا لله وإنا إليه راجعوا إنا لله وإنا إليه راجعوا إنا لله وإنا إليه راجعوا أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدنا فإنا لله وإنا إليه راجعوا يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهر هذا يوم السبت وهو يومه وأنا في ضيفك وجاره فاضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومامور بالإجارة فاضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين صل اللهم على محمد وآله الطاهرين